اشتركوا في القناة المعائم الآن موعد بث الحلقة وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4.16 دقيقة صباحا من صباح اليوم لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته بنشعر بالابتهاج بنجد الناس أكثر مرحا بننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوس عن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التقابل الإيجابية بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيرات لغاية يوم 7-9 وعادة عند حدوث هذا الاتصال نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي تأثيرات لغاية يوم 5-9 طبعا بتخلق جوه من التسامح بحيث أنه نتسامح مع من أخطأ ويقطئ بحقنا ومن مديد العون إلهم كما أنها هاي زاوية بتدفعنا للتراجع عن الأخطاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث المنفصلة بين عطارد وبين المريخ وهي زاوية إيجابية هي اللي بتخلي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 9-9 بسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية السلبية واللي آخر يوم لتأثيراتها المباشرة طبعا رح يصير في تأثيرات اللي هي احنا منسميها ضعيفة للزاوية المنفصلة تستمر تقريبا ثلاث أيام ولكن تأثيرها الخطير هو آخر يوم 4-9 طبعا بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبسود جوعا من التوتر والعدوانية بحيث أنه بيتوجب الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن أنها تأخذ على محمل مغير ورح تدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها وبتدل على أن الحكومة أو حكومة ما في دولة ما بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض مفودها وسطوتها وبتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية المنفصلة اللي بين زحل وبين أورانوس وطبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم 16-11 يعني تأثيرات طويلة لأنه هذول كوكبين بطيئين واثنين يعني بحدثوا أشياء مرعبة فمن تأثيرات هاي الزاوية بنصبح مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وبعض التقلبات اللي بالمناخ وحوادث في السك الحديد وبتدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات في دول ما بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فأول زاوية هي راح تكون في ساعات الصباح زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل رح تتشكل ذروتها ساعة تسعة أو تسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح الباتر أو الفجر لغاية ساعات المساء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نيبتون وهاي طبعا دروتها ساعة أربعة واثنين وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين طبعا تأثيرات هاي الزاوية بتبدأ من ساعات الصباح وبتستمر لغاية ما بعد منتصف الليل يعني بتدخل ليوم الاثنين تقريبا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعا عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية اللي بشعر بأي آلام يراجع فيها الطبيب ولا ينصح بإجراء عمليات جراحية لهاي الأعضاء تحديدا ولكن باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولها يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس إذن خلو المسار القادم بيكون يوم الاثنين خمسة تسعة في تمام الساعة وحدة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين ودقيقتين صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الجديد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدف عمره ثمان أيام في تمام الساعة وسبعة وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بصير عمره تسعة أيام نسبة الإضاءة بتصير ستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة طبعا هي منتحسة بنسبة عشر في المية ولكن في ساعة الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية القمر في القوس حتى يوم خمسة تسعة الآن هو سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعودة لثلاثين في المية وفي ساعات المساء بتنزل نسبة السعودة وبترجع لخمسة عشر في المية عطارد في الميزان حتى يوم تسعة عشر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم خمسة تسعة منتحس بنسبة عشر في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثين عشر سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحملة بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم ثلاثة وعشرين عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوك في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لأسيما البعيدة برضو بأمور الامتحانات ممتازة والمناقشات والحوارات والأمور اللي إلها علاقة بالجامعات وبتشعروا بقوة العاطفة وتتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها برضو هذا يوم بحمل على النجاح والحض وخصوصا في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من شراكة مالية أو عاطفية يعني من زوج أو من بنك ضريبة تأمين من هاي الأمور أهم شيء كل يوم تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديث الأجواء لأنها فترة يعني تعتبر برضو مناسبة للي طلها على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف وعليك أنك تتحلى بالليون والتفكير الموضوعي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فيعتبر هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل في مجال العاطفة علاقتكم ما بين الأزواج ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة عشان هيك بتكون تهتموا بصحتكم لأنها هاي الفترة تعتبر سلبية وضاغطة ما بينفعت فيها سواء الصبر والمرونة وممكن اليوم تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتكون تنجزوا أي شيء بتقدروا عليه من العمل يعني ما تضغطوا على حالكم كثير وما تهملوا أعمالكم وخصوصا ممكن أنها تتراكم بعض الأعمال اللي عندكم بتكون تنتبهوا برضو لأفذائكم وراحتكم حاولوا أن تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم حذروا برضو من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم حاولوا برضو إنكم مات أجلوا ولا تنطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا العمل لساعات إضافية ولكن بدون إرهاق برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أسريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنه ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاولوا أن تصحيحوا الأخطاء برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اهتماماتكم عائلية وممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي وممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء شوي بتكون عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات والسيارات والأجهزة التواصل والاتصالات زي الكمبيوترات أو التليفونات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن تعززوا العلاقة مع أخ أو جار ابتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحققوا من خلالها ربح ولكن الأهم أن تنتبهوا على أموالكم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ثقاتكم بأنفسكم كبيري وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لقطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية هذا يوم بيحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليكم تتحلوا بالحكمة والواقعية لبعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن أنك تحقق نجاح باهر برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى وطيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغايد صباح أو صباح الغد فعشان يتحاولونكم ما تحسموا أمر فالفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندموا على أي خطوة بتقوموا فيها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن اليوم يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ابتتسع الأفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح الأجواء جيدة ممكن يعني في بعض الوقوف لأحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك ولكن أهم شيء أنه بدأت طاقتك تنزل شوي شوي حاول أنك تهتم بصحتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم بإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك تهدؤوا من روعكم أمات فعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها لأن القمر موجود في بيت السمعة فما في داعي لتشويه السمعة أو للمغامرات خلال هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا